أجرى مفاد التلفزيون المصري لقاء مع أحد الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم والذي أكد أن هناك طفرة كبيرة تشادها مصر في مجال ريادة الأعمال وتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل نتابع نشهد في مصر دلوقتي حالة رهيبة من التحفيز وتمكين الشباب وطبعا قبل تمكين الشباب في تأهيل الشباب حقيقة اللي انت شايفه ده كله دول شباب ما شاء الله في الخمس ست سنين دول ده احنا كان حلم بالنسبة لنا ان حد فينا يبقى صاحب مصنع صاحب مصنع من المصانع الصناعات الصخيلة تعتبر محافظ نائب محافظ نائب وزير طبعا احنا بناشهد طفرة رهيبة في مصر كل شباب العالم بيحسدنا دلوقتي يعني احنا دلوقتي في ما شاء الله يعني في عهد في خامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر بتاشهد طفرة رهيبة في رياضة الاعمال وتحفيز الشباب وتأهلهم وتمكينهم وطبعا تمويلهم الكلام ده كان كله مش موجود ما كانش فينا حد يتمنى او يتوقع انه هو ممكن يبقى صاحب مصنع في الصناعات الصخيلة في السن دول ترجمة نانسي قنقر